مرحبا حبايب قلبي كيفكن؟ بتمنى تكونوا بخير اليوم بدي علمكن على أطياب كتير فواكي بطريقة كتير سهلة وبسيطة وتفضلوا معي على طريقة التحضير بعتاز لموزتين وبيدي منغو منغا تكون مفرزة وفريز يكون كمان مفرز وفي عندي هون عصل بشهده بدي أخذ شوي صغيرة كمان بالنسبة للفواكي حبايب إذا ما كانت مفرزة لازم تحطوا خمس ست مكعبات تلج بس أنا بما أنه الفواكي عندي طلعتهم لفريزة هون أنا ما استخدمت التلج في عندي هون خبز العسل إذا توفر عنكن كتير طيب وهو مكمل غزائي وفيه كتير بروتينات وفيتامينات وأحماض أمينية بيكفي بس شوي صغيرة بيعطيكم طاقة كتير وخاصة إذا حدا بده يتمرن أو بعد التمرين كتير فيه بروتين فيه عندي هون حليب بحط كمية من الحليب وهلأ بدي بلش أخلط الكوكتيل هلأ الكوكتيل هون شوفوا عندي شوي طبعا أنتوا بالنسبة للسماكة فيكن تتحكموا فيها بكمية الحليب فيكن تضيفوا حليب فيكن تضيفوا عصير على حسب قديش تسمعك فيه عندي هون توت بري بلو باري بيعطي طعم كتير طيب بدي كمان أرجع أخلط شوفوا الألوان الحلوة يلي بيعطيها التوت البري وهلأ هون كمان بساعد الخلاط شوية صغيرة ورح أرجع تضيف كمان شوية حليب وشوية عسل طبعا فيكن تدوء وتشوفوا الحلاوة تبعية الكوكتيل قديش بتكون ياها هون أنا ما استخدمت السكر بس استخدمت العسل وحاولوا بس تخلطوا ما تشغلوا الخلاط لفترة طويلة مشان ما يحترق معكن خلطوا شوي وريحوا الخلاط وهلأ هون عم أعبيهم طبعا الطعمة ما فيني أصفكن ياها قديش طيبة وفيكن تختاروا الفواكه اللي بدكن ياها بس هدول الفواكه كتير طيبين مع بعضهم وطبعا آخر شي فيكن زينه كمان بالطريقة اللي بدكن ياها أنا حطيت هون شوية عسل إذا بدكن فيكن تحطوا قشطة وفيكن تحطوا مكسرات كمان بتعطي طعم كتير طيب أنا هون اكتفيت بالعسل كتير بيعطي طعم طيب وسكرتون لهدول أطار ميز كتير مهضومين هدول اشتريتهم من لدل الخمسة حقهم خمسين كرون مع هدول الشليمونات الحلوين بنصحكم نجربوا هالوصفة كتير طيبة والله ريتوا ألف صحة وهنا على قلبكن إذا عجبكن الفيديو بتمنى تشاركوه مع رفقاتكن تحياتي لكم من مطبخ الشيف لو أيا عيسى اشتركوا في القناة